عباد الله اللي يقول لك حق المسوا الجن وطلعوا وهبطوا القرد وما عشنا وهدك الى اخرى من هيك تسولوا وقد قلوا ليش تنيف من هيك تبغي تحط حويجاتك وتبدلهم واش كتذكر الله شحلم واحد يبغي يحييط الحويج دير وبدلهم في الليل كيقول باسم الله يهوشتي وانبي عليه الصلاة والسلام يقول لك سترو ما بين اعين الجن وعورات بني ادم قولوا باسم الله كاد قل باسم الله كتضرب عليه الفايروول ما عنده منين يطل وما يبقى وشي يجيب عو تاني لعبوا عليكم في هذك الهضرة اللي كناسميته وايلي القرن واحد وعشرين هذي والتبقي كاد قول لي الجن الجن ما كيعرف له القرن واحد وعشرين ولا القرن تمانية وعشرين جن والجن وكين ما عمنا نقول لك حيب الله حققارة لان فراروج واخرين ما تحت لبان فساجي وذيك الهضرة دي الوالو باش نشد لنا واحد العيبون مقجلها عنقه باش نقول لك حققال لارة العلم يشهدوا لهذا بل العلم اللي ما يمشيش تبع الوحي من دي من دير به تافيوا خلاص بسألة واضحة اللي حققارة اللي ما شفناش ولاش نقول لك حل من الحاجة فيك ما كنشوف واش نقول لك رام ما كيناش راما نولي ودلالي صغر كدوا لي الوعي واخر الوعي دي لك ماش نعبره بليطرولة بالكولوميتو لمال يواش تي والستيد ربي يقول لك إنه يراكم هدي اعطاه خصيصة للجن ما عندك يدر له هدي من الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم باش تسدع ليه الله عز وجل اعطاكم جمعة من الأمور من بينها أن تذكر الله عز وجل وكين عندك الأذكار الوظيفية أذكار ما بعد الصلاة شوف إلما عندك شي حاجة اللي هي يعني مستعجلة فعلا مستعجلة شي حاجة اللي ما ربما التوقيت غا تمشي لك شي حاجة كور مثلا قروف غا يصدع لك ما يخليك يدخل مع طللها إلما عندك شي حاجة من هاد الامور اللي هي فعلا مستعجلة استعجالا فعليا واقعيا من اللي تسلم من الصلاة قلس تدير الأذكار دي لك لا ما تاخدش منه كتر من ثلاثة دقيق مئة وثمانين تانية خلاوا فرانسيس راسي بقرون شوزر شي حاجة اللي هي خفيفة ضغية ضغية وتخيل باللي كذل الإنسان بعد الصلاة الفريضة سبحان الله ثلاثة وثلاثين الحمد لله ثلاثة وثلاثين الله أكبر ثلاثة وثلاثين ويقول كمالة المئة لا إله إلا الله وحده لا شريكة لا أهله الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير قال صلى الله عليه وسلم غفرت ذنوبه لو كانت مثل زبادي البحر محتاجين نغفرة ولا محتاجين شنال مغفرة ونفرط في هذا المحافظة على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مفروضة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت بمعنى أنه لو حافظ عليها فما تدخل الجنة فليل الإنسان من لك يبغي تكين عس إذا قال حين يمسي سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا على وعدك وعهدك مستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقولها لإنسان وهو يستحذرها وكذا قال لك إن ذا قالها حين يمسي فمات من ليلته مات على الفطرة مات على الفطرة يعني مات مسلمان دخل الجنة وإذا قالها حين يصبح فمات من يومه مات على الفطرة واش بغي من هذا مكتر من هذا الشيء كنت بغي تخرج من الشامبرا ديالك من نسبة لكم أو لمن البيت ديالك تبغي تخرجه أو لمن الخدمات تخرج للزنقة لا تدلك لي مات بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يمش بغي أنت أكتر من هذا الشيء لا تدلك لإيمان والفم داوي داوي ترجمة نانسي قنقر